جو بايدن يستعجل الوقت لأنه يخشى أن تقوم في إيران حكومة من المحافظين المتشددين. ومسألة عدم التقى في الولايات المتحدة ترسخت في إيران. وأذكرك بما قاله محمد جواد ضريف عندما عقب 18 مصرفا إيرانيا. بأن ذلك كان نوعا من الجريمة ضد الإنسانية. فرض عقوبة صالمة غير متناسقة مع البرنامج النووي الإيراني في عز وباء جريمة ضد الإنسانية. بالفعل بايدن ينظر إلى الموضوع بنظرة إنسانية ليس فقط ذلك. وإنما أيضا الأثار التي يعانيها الشعب الإيراني في جائحة كوفيد. وهذه العقوبات التي ضرت كثيرا بالشعب الإيراني. هذا مفتاح ممكن أن يكون يقنع من خلاله المجتمع الأمريكي والكونغرس وأعضاء الحزب الديمقراطي بهذا الموضوع. ولكن لا بد أن يكون هناك منفذ لتبرير رفع بعض العقوبات التي هي تحت بند الإرهاب. وهذا المنفذ ينحصر في أن تقبل أو تؤكد إيران أن إذا رفعت بعض هذه البنود. فهي لن تستخدم هذه الأموال في تمويل الإرهاب أو في تمويل نشاطاتها في المنطقة. هذا شيء أساسي لكي يتمكن بايدا من الإسراع في هذه الخطوات المهمة التي يدرك الجميع أنها دورية في الإسراع في الوقت الحارج حاليا. دكتور